السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم شرح درس جديد من تروس بريد 2 معاكم مستر شهاب معادة النهاردة في الجزء الثاني من درس ميديانس افتر انجل لو كنت اول مرة تتابعني انزل اعمل سبسكرايب فعل الجرس علشان يوصلك للفيديوهات اول ما تنزل على القناة يلا نبدأ مع بعض شرح الدرس في الدرس النهاردة هنبدأ ناخد مسائل علشان نتمرن على البوف عايزك تبقى عائل حاجة جميلة جدا فيه الفيديو من الدرس ده الاولاني ان لو عندي مسلس وعندي ميت بوينت تي و اي و اف عايزك تبقى حافظ ازاي نقدر نسبة الميديانس كويس وازاي لما يكون عندي ميت بوينت اي و ميت بوينت اف فاستفاد منها في المسائل علشان ازبت الميديانس هولو سينس ان الدي از ميت بوينت العائل و ميت بوينت بوينت از ميت بوينت ذات ان الدي و دي هستفاد منها في اي هستفاد منها ان ازبت ونستردم عن طريقها اول عكس لهو ايلي من CE ده ميدين هولو سنس ان CE is a median then e is midpoint of AB يعني لهو مديك midpoint لما نسبت منها الميدين لهو مديني median هزبت منها الميدpoint لو انا عايز اثبت ال M point of intersection محتاج 2 medians ممكن نثبتهم في خطة واحدة since n e f are midpoint of AB B و A C then C e will be f r medians since in C e intersect b f in m then m is point of intersection and a m 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 اللي لازم اني بقام راجعينها ونقدر نطبق بيها كبير دعنا نشوف question 1 كيف نحن انا جايب لي figure بيقول لي اني داتوريانجل عند the email point والتقاطر الخطي dollar point m ومتدي لي اطوال اطلال وعايز MDE اللي هو الجزء اول حاجة normal sense N والA midpoint بذبت الpoint of intersection الD midpoint والA midpoint الAC الD و الPE R 5 median ومتدي ان AD intersect PE at point M then M is point of intersection هستفاد من الpoint of intersection من اجيب اطوال اطلال انا عايز المثلث الصغير ده هجيب طول MD هشوف انا متديلي AM النص الثاني ولا الضلع كله هلاحظ ان متديلي AD كلها ب6 يبقى راتي 3rd AD اللي هي 3rd x 6 equal 2 cm هجيب EM هشوف هو متديلي A مش متديلي حاجة على رسمة هاقر هنا AB equal PE يعني متديلي PE كلها نبقى راتي راتي 3rd PE 3rd times 9 equal 3 cm عايزين نجيب طول ED أو since in ED are met points of PC AC then ED equal of AB of times 9 4.5 cm then البرمتر لوعيزو 2 plus 3 plus 4.5 ب 9.5 cm question number 2 هنا متديلي 3 midpoint D والA midpoint 4 D3 وعايز perimeter PMC حاول تحل المسألة دي باول قبل منكتب القروف بتاحها مع بعض وعلا أنا اعطي البرمتر بتاع PMC الي هو الجزء الي تحت أول خطوه نسبة point of intersection علشان أقدر استعدام المدين هولو since ال E D R midpoint وممكن بالمرة نكمل نكمل الثقية الثقية حيث 2 over هو مدين B equal 2 over 3 AB equal 2 over 3 times 6 equal 4 cm نقيم آخر حتى CM هو مدين حتى صغير MD 2 MD equal 2 times 3 6 cm يبقى البرامتر يساوي 8 plus 4 plus 6 equal 18 cm question number 3 طيب لي هنا 2 برامتر اول حاجة هنا مديني X midpoint والY midpoint بنقدر نسب point of intersection تعال نتاتيها since X والY are midpoints of AB والPC X then C X والA Y are medians وهنا نديل X Y ب5 هقدر استندك AC و and AC 2 X 2 x 5 10 cm بعد كده since CX intersects Ay equals point M then M is point of intersection of median هنا عايز M X Y وال M AC انا عايز AM وعايز M X Y انا عايز X M X وال M Y تعال نبدأ نقيم الأضلاق المثلثة M X Y أنا عندي X Y نجيب MX equal هنا مديلي CM 8 سنتيمتر يبقى equal half cm half times 8 4 سنتيمتر وال M Y هو مدهالي 3 وعلى طول إزال البرمتر of triangle M X Y equal 4 plus 3 plus 5 20 سنتيمتر نقيم المثلث الثاني ال AC انا عايزة 10 10 CM هو 8 فضل AM ال AM equal هنا مديل MY 2 MY 2 times 3 6 cm يبقى 6 plus 8 24 سنتيمتر 5 وكده خلصنا تدريبات على الدرس الاولاني نتدرب عليه كويس ونحل المثال كثير وإلى اللقاء مع الدرس جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة